أول مواجهة بين سهم الإسرائيلي وسام السوري والدوي سمع في الأردن والقدس هي مواجهة بين سهم الإسرائيلي وسام السوري كشف عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي زعم أنه استهدف بغارات جوية قافلة سلاح شمالي سوريا قال إنها كانت متجهة إلى حزب الله مشيرا إلى أن المضادات الأرضية السورية أطلقت عددا من الصواريخ عندما غادرت الطائرات الحربية ولكن من دون وقوع أي خسارة لكن القيادة العامة للجيش السوري أكدت في بيان إسقاط طائرة إسرائيلية وإصابة أخرى فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة وقال الجيش السوري في بيانه إن طائرات للعدو الإسرائيلي أقدمت فجرا على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه التدمر في ريف حمص الشرقي وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الأخرى على الفرار وفي السياق قال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن شظايا صواريخ سقطت على بعض القرى في محافظة إربد وغور الصاف ومناطق أخرى نتيجة اعتراض صواريخ إسرائيلية لصواريخ أطلقت من داخل الأراضي السورية باتجاه بعض المواقع والقواعد الإسرائيلية وكالة معا الإخبارية الفلسطينية من جهتها قالت إنه بقراءة المواقع الإخبارية الإسرائيلية يتبين أن مبادرة تل أبيب إلى الإعلان رسميا عن شن الطائرات الإسرائيلية غارات داخل سوريا تعود إلى إطلاق الجيش السوري صواريخ أرجو على طائراتها المغيرة لافتا إلى أن هذا الإعلان الإسرائيلي يعد الأول من نوعه منذ نحو ست سنوات ترجمة نانسي قنقر